السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وغندوزوا السؤال الاخر ديال سيامين اللي طالب جامعيك يسول انه كيسكن بعيد ومليك يجي لوقت الصلاة في الليل كيلقى الماء بارد بزاف هكذا قال الماء بارد بزاف واش مسموح لي انتيمم وانصلي اولدي امين التيمم لا يكون الا عند عدم وجود الماء او عدم القدر لاستعماله لسببين الماء غير موجود صحراء قاحلة الا الماء الشاوب هنا ربي عز وجل اباح لنا التيمم نتيمم على التراب او الحجر او الماء موجود لكن يتعذر عليه استعماله اما عندي جرح والبرد قارس والماء بارد هنا ويقع لك ضرر ربي عز وجل اباح لك ان تتيمم لعدم قدرتك على استعمال الماء لكن هذه القدرة راه تتغير كل غير في العجز لكن الماء بارد الماء بارد صحي راه العلماء يوسيه بالاغتسال بالماء البارد والوضوء بالماء البارد ألم يقل الله عز وجل في حديثي عن سيدنا ايوب قال لأركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب بارد وشرب مش البارد يا التلاج البارد طبيعي راه دك الماء البارد في حديثته قد يكون سبابا في النشاط لحظة في الغسل دي اللوجه يقول لك يغسل بالماء البارد في الصباح الباكر وإلا غادي كون عندك لبوش في العينين ديولك يكمعو الماء بارد مزيان إلا لك ضرر بالغ عندك جرحون وعندك ألم فربنا عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسهى لك ساكت يمم فهتيمم وعذر ويزول بزوار العذر سؤال تاني كيقول سي أمين هذا الطالب الجامعي كيقول ربنا عز وجل كيتكلم على صوت النساء كيقول أو لامستموا النساء أو لامستموا النساء وش الراجل اللي صافح المرأة سلم عليها يسمى قد انتقد وضوءه هذا الآية حملت أوجه أو لامستموا النساء البعض قال لك معنى غير ملمسة قد تلمس المرأة فهذه الظاهرية يقول لك انتقد وضوءك بعض العلماء قال لك لا المقصود بالملمسة هي الجماع الجماع يعني أن الرجل يجامع المرأة بشكل أو بآخر دكس وخاء لم يقع على إنزال فيسمى أنه أبطل وضوءه لابد أن يعيد الوضوء لكن الرعي الوسط كما ذكره محمد بن علي الشوكاني قال لك اللي وتفقل العلماء أصبحوا المتداول بين الناس وهو أن تصافح المرأة بشهوة سلمت على مرأة وما قال لك والو حلقتك ما قال لك والو وضوءك صحيح لكن إذا سلمت عنيها وشعرت بشهوة في نفسك بطل وضوءك عليك أن تعيد الوضوء من جديد والسؤال الثالث كيقول سي أمين بعد مرات كندخل الصلاة وكيقول الإمام كيقول سمع الله لمن حمده وش أدركت الركعة أم لا لا يا بني الركعة ندركها بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والصورة عادك تسمى ركعة واستثناءا أن يكون الإمام ركعا كيقول سبحانك رب العظيم سبحانك رب العظيم وهو ركع أدرك معه هذه الركعة أنه ركعك يقول سبحانك ربي العظيم عادك يقول سمع الله لمن حمده لدركت هذه الحالة استثناءا هذه ركعة مسمى ركعة عرفا ليس شرعا لكن ملكي قل الإمام سمع الله لمن حمده ويرفعه من الرقوع ذهبت عنك الركعة لا تحتسبها سمع الإمام وملكي سالي ستجيب ركعة لأنك لم تدركها بارك الله في إيمانك وصالحك يا أمين دعوة جماعية للجميع عدد للناس تطلبوا واحد دعوة دي الخير الأحباب الكرام دلوا واحد فاتحة اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا جميعا الإيمان يا رب آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأحبابنا اللهم رس المال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الرشيد يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا يا رب وفق من الأزواج والزوجات واجعل منهم مودة ورحمة يا رب كل من كانت عازبة أو عازبة اللهم عجل لهم بالأنس اللهم آنس وحشتهم واختر لكل منهما رفيقه وأنس حياته من عندك إنك إنك إذا أخترت لهم أحسنت لهم التدبير اللهم يا رب واغننا جميعا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا جميعا بحلالك عن حرامك اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم بارك لنا في الأولاد والبنات اللهم أنبتهم نمتا حسنا وارزقهم فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان واجعل أبناءنا وبناتنا مرضيين مهديين اللهم جميعا من مات لنا من أحبابنا ارحمهم رحمة وسعة وأسكنهم فسيح الجنات وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعل آخر أنفسنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيضا سؤال آخر من عند للعيش كتقول تزوجت برجل فرنسي أسلم لكنه يؤدي صلواته فقط بصور صغيرة كيصوم كيصلي كيزكي لكن كيصلي غير بالفتيحة والناس والصمد هذا مشكل ثم مشكلة تانية مشكلة اللغة معرفش يتكلم بالعربية ثم عنده مشكلة تسمية أننا نخطبه بنفس الاسم الاسم الفرنسي دياله للا عيش هنئا لك إلا كنت سببا في إسلام رجل كان على غير الإسلام خير لك مما طلعت عليه الشمس هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن يسلم على يديك إنسان كان غير على غير الإسلام خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم للدلالة على أن الأجر والتواب الإخدتي كثير وكثير جدا هذا الفرنسي يدخل الإسلام بماذا؟ بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عند الطابع الإسلام امتهى ثم يزيد في الأعمال الصالحة أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يزكي هذا اكتمى أكمل فرائد الإسلام وأركانه هنئا له وهنئا لك لكن قلت بأن القرآن الكريم اللي حافظ قليل الفاتحة صورة الناس الصمد فاخر كثير ربي عز وجل قال لنا فقرأوا ما تيسر من القرآن ما تيسر ولو آية بلغوا عني ولو آية يعني أرى في آيات الفاتحة في سبعات الآيات والناس والصمد فاستستق اثناش إذا جمعناها رو واحد العدد كبير لحد الساعة رو هو غادي في خط تصعودي مستقيم هنئا لكم جميعا بهذا الخير اللي وصلتوا لي استمر لي كل مرة يحفظ شوية إن شاء الله بنتي وغادي يكمل ليها الرجاء غاديت الإسم فليس من ضروري أن نغير الإسم كن صحابة أسلموا ولم يغيروا أسماءهم الإسم من باب التودد لأن هناك إجراءات إدارية معقدة تغيير الإسم وتصحح الإسم مسترة طويلة في المحكمة وفي قسم الحالة المدنية والوطائق الإدارية جوى الصفار بطاقة التعريف الوطنية الشواهد المحصلة عليها علميا ديكلاغاسيون فلا سنساس شو حالة للوطائق كثيرا فبس ممكن تلقوا الاسمية غابينتنا اسمه محمد أو عبد الله أو أي اسم جميل تحنا له دون أن نصل إلى الوطائق فإذا تعذر فالاسم اللي عنده روايا لا حرج فيه مدام أن الاسم دياله لا يحمل دلالة أو رمز فيه شرك أو فيه طعن في الدين اسم فرنسوا ولا اسم جاك أو ويليام كل مباح لا حرج في ذلك أبدا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله